حقيقة من البصرة الى كركوك اذا البصرة كانت هي ام الخير خبزة العراقيين لانه البصرة هي يعني النفط اللي هو اصل ثروة العراقيين صح العراقيين مثل البعير يحملون ذهب ويوكلون عقول لكن هي هاي ثروتنا حقيقة النفط المعتمدين عليها صارنا التسعين سنة والبصرة الفيحة هي ام خبزة الخير النفطية العراقيين جميعا كركوك بالمقابل هي العراق كركوك هي عراق مصغر وهكذا وصفها اليوم كما كان يصفها سابقا وما زال القائد العراقي جناب الشيخ خبيس الخنجر زعيم حزب السيادة وزعيم أهل السنة والجماعة في العراق وصف كركوك اليوم بزيارته المهمة والاستثنائية لها بأنها عراق مصغر وحدة كركوك هي وحدة العراق استقرار كركوك ومكونات كركوك هو استقرار للعراق وراح لهم اليوم بالزيل العربي المعهود عن جناب الشيخ خبيس الخنجر واليوم هذا الاشماق العربي ما لهنى في كل المحافظات العراقية والتقاهم جميعا وتحدثوا إياهم حديث الأب والأخ الناصح لهم والذي يسعى أن تتوحى الصفوفهم ومثل ما جاي نشوف جناب الشيخ خاد المفرجي أحد أهم الشخصيات السياسية والاجتماعية في كركوك طبعا القاد العراقي جناب الشيخ خبيس الخنجر زعيم أهل السنة والجماعة في العراق زعيم حزب السيادة كان صادق وصريح مع أهل كركوك بأن علينا أن نتجاوز كل المشاكل وتجاوزناه جناكم لأنه كركوك يجب أن تكون مستقرة وتكون باتجاه البناء للمستقبل الذي ينشده أهلها كما ننشده جميعا كعرقين